بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء دايماً ربنا يجعل أيامكم سعادة ولا يقطع عنكم سعادة أبداً وتبقوا دايماً فرحانين بنعمة الله وخاصةً وإحنا النهاردة بنتكلم في يوم السبت يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي بيبتدوا حياتهم الزوجية واللي عايزين يعيشوا في التجدد الزواجي التجدد الزواجي ده من أكتر الأشياء اللي بتدل على النضوج الأزواج وعشان إحنا عايزين الأزواج يكونوا مستعدين للنضوج ودايماً عندهم حالة من حالات الوصول إلى النضوج بسرعة كنا لازم نفكر في مسألة التمهير الزواجي نفكر في المهارات الزوجية وخاصةً المهارات المركزية في مهارة كده تفتح طائط نور وبركة وتخلي الزواج كده يتلقلق زي المهارة اللي عن نتكلم عنها النهاردة اللي أشار إليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقاً رضي منها الزواجي الرضا الزواجي الرضا الزواجي ده أكتر حاجة بتمتن الزواج وفي مهارات بقى جملة من المهارات توصلنا للرضا الزواجي منها المهارة اللي عن نتكلم عنها النهاردة المهارة اللي عن نتكلم عنها النهاردة أنا بسميها مهارة توسيع البيوت ايه ده؟ وبسميها مهارة تثبيت البيوت تقوية البيوت وبسميها مهارة كمان بصيرة البيوت ان البيوت تبقى عندها بصيرة ايه المهارة الجميلة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة؟ مهارة اسمها مهارة التقبل الزواجي دي مهارة كل البيوت محتاجينها ومحتاجينها بشدة محتاجينها لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين أسوأ حاجة أسوأ قرار ممكن ياخدوا مقبل على الزواج أنه يفضل يدعبس في البنات على اللي شبهه أو أنه يدعبس في الولاد على اللي شبهها وما لاحنا بنقول لهم إيه بنقول للمقبلين على الزواج الاختلاف سنة من سنة لله وهي في الحقيقة مش جاية عشان الخلاف ولكن جاية عشان التنوع يبقى احنا مختلفين وما فيش اتنين كربون من بعض ما فيش اتنين زي بعض بالضبط في كل حاجة عشان كده لازم نستغل التنوع اللي بيننا والتنوع ده اللي بعض الناس بيسموه الاختلاف وأنا بحب بسميه تنوع إيه اللي حاصل؟ التنوع ده بيبقى قيمة إضافية كل واحد بيضيف في الزوج يشوف تنوع زوجته معاه إنه ده قيمة إضافية ليه والعكس صحيح فمسلا على سبيل المثال هنا بقى التقبل يأتي مكانه التقبل معنى إيه؟ أنني أرى أن ما بيني وبين شريك حياتي ماذا؟ إضافة وليس خصماً في ناس يعتبروه خص إنه لما يختلف عني يبقى خص في حد موافق لرسول الله؟ لا بس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيجي على الجل لزوجاته بلا استثناء إضافة للحياة الأسرية بتاعته يتكلم عن السيدة خديجة فيشوف إن هي إضافة إلى البيت يتكلم عن السيدة عائشة ويتكلم على إن هي إضافة يتكلم على كل زوجاته على إنهن كلهن كنا إضافات لبيت الزوجية المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى التقبل بيخلي البيوت توسع والتقبل بيكون للطباع والسمات الشخصية مش للعيوب العيوب بيبقى التقبل لها بنشتغل عليه حاجة تانية وعشان كده لإن التقبل بيكون للسمات الشخصية بنعمل إيه في العيوب؟ بناخد السمات الشخصية الحلوة ونعمل بيها قانون إزاح فتزيح العيوب يبقى التقبل مش للعيوب مش معنى كده أن أنا بقول العيوب دي مش هقبلها وابتدي أعد بقى في العيوب بتاعته لا 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 أنا بتقبله يعني بقول إن أنا ده حبيبي وده شريك حياتي عشان كل الحاجات الحسنة اللي فيه وساعتها يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى العشرة الحسنة بدأت ممكن الزوجة تكون اجتماعية مثلاً وبتحب الخروج والناس والزوج يكون بيتوتي وغير اجتماعي دي بقى العكس بيبقى كتير بس دي لما بتكون موجودة بنشوفها بقى في مجالس الإرشاد الزواجي بتبقى إيه في مجالس الإرشاد الزواجي؟ بتبقى متعبة جداً 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 الزوج شايف إن الزوجة كده إيه ده؟ هي مالها بينات الأصول مش مفروض يبقوا بيتوتيين فيبقى هو متصور كده لا 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 خارس واحدة واحدة وممكن يكون سبب عدم وفاق لو ما قدرناش نتقبله لو هو ما قدرش يتقبل هذا التنوع تاني بقول اسبه تنوع ونتعامل معاه ونخرج أحسن ما فيه ونحوله إلى قيمة مضافة في البيت فالمهارات الاجتماعية اللي عند الزوجة دي ممكن تفيد الزوج جداً 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 والأسرة كلها فتقوم هي بالواجبات الاجتماعية الواجبات الاجتماعية اللي هي مجاملة أهل ومجاملة أهلها الحاجات اللي هو ممكن ما يكونش موجود فيها فهي تكون موجودة فيها وخاصة إن أغلب المجاملات الاجتماعية دي بيكون العنصر الرئيسي فيها ستات فمامتها أختها فتتصل بيهم وتبرك لهم بتعمل الحاجات دي فيستفيد هو والبيت يبقى مجامل وإن كان فيه عنص النقص فيه وهو الزوج اللي هو شخص مش اجتماعي بس هي قامت وقامت إضافية بس في المقابل إنه هو لازم يمتن إليها ويعتبر ده نعمة وإن اللي حصل ويساعدها في التفكير بحكمة ويساعدها إن هي تدير علاقتها ويتساعده إن هي تدير علاقتها مع الناس والزوج ممكن بقى يكون مثلا بيحب السفر كتير والزوجة مش بتحب ده فممكن يوصلها لشيء وسط إنه يخليها تستمتع بالرحلات اللي هي تسافر فيها معاه وما تتحولش العبق عليها بسبب التجهيزات السفر لو ما تحبش السفر ما تحبوش لتجهيزات بقى وروح وما عرفش إيه ولم وعزال ومع كتير فيساعدها الزوج في التجهيزات وأثناء الرحلة يكون هو مشارك لها دايما وممكن يتفقوا على مواعيد محددة تكون مناسبة لها يسافروا فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن الكل إنسان طبع وعلمنا إزاي نتعامل معه اطباع حتى لو كان الطبع ده ممكن يشوفوا الناس صعب شوف السيدة عائشة كسرت الصفحة اللي بعض الروايات بتقول إنها كانت لسيدتنا مسلمة وبعض الروايات بتقول إنها كانت لسيدتنا حفظ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف إنها طبع السيدة عائشة فإيه اللي حاصل حضرة النبي ما صلى الله ما حولهاش إلى قضية كبرى وإزاي تعمل كده وينفعل لكن تقبل الصفة اللي فيها للغيرة إن هي غار فرح رسول الله صلى الله عليه كيف تعامل بتقبل مع الموقف قال غارت أمكم فإيه اللي حاصل خد صفحة من صفحات السيدة عائشة ودها للسيدة مسلمة أو للسيدة حفظة وقال للصحابة غارت أمكم فالتمس لها العزر ووضح لهم السبب وفي نفس الوقت خل الصحابة ما حدش فيهم ينزل نظرة فيها نقص فذكرهم إن هي أمهم لأنها أم المؤمنين وإن يقول لا يجوز حد إنه ينتقس منها